بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية وموسى إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعزيه وصادق موساته لفخامته ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة تقل عددا من الأقباط في محافظة ألمينيا بصعيد مصر والذي أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين وعرب سموه في برقية التعزية عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والشرائع السماوية راجيا سموه للضحايا الرحمة ولدويهم الصبر والسلوان وللمصابين سرعة الشفاء